دعاء دبرة الصلوات والدعاء مثلا عقب ختم القرآن معروفة الكلام هذا؟ دا كل كمين الأوقات اللي ربنا بيجاوب فيها وكذلك الدعاء في آخر يوم الجمعة زي مقداء وقت ذكر الجمعة مثلا كذلك لشام بتقع هذا برضو مؤكد أنه وقت إجابة أي إنسان يسأل الله من حاجة ربنا بيجيه لي هناك في عوامل في نفسك عندما تكون مضطر في شدة والشدة دي مثلا تأثرك والأبواب كلها يستدل أمامك إلي باب الله ساعتك أندعيت وإنت مضطر بيجاوبك أم من يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء كده ولا لا فهذه كلها من آداب الدعاء لكن الشيخ بيجمل لك المسألة دي وبقرب لك المعنى بيقول لك دعاءك لربنا في جنيع الحاجات خليه يبقى عبادة ليا لما يبقى عبادة ليا دا ربنا تبارك وتعالى بيضي حاجتك لأن المتوجهين إلى الله أكثر في متوجه لأ الله متوجه لأ الله بالدعاء عشان بيطلب حاجتك بس العبودية لأ الله لما تخطر لأ على بال كامل كبز الفكرة هي للعبودية لما تخطر لأ على بال عشان كده ما بيقدم استغفار ما بيقدم توبة ما بيقدم تنظيف مثلا تنقيه مناط بيني وبين ربا وبدخل في الدعاء على أساس أن الدعاء يأثر بنفسه وده طبعا غلط أظنكم فاهمين السلام هذا ها من هنا المتوجهين في الدعاء اختلفوا بعض منهم يتجهوا بالشكر والسناء على الله وبعض منهم يتجهوا بالدعاء عشان كده ربنا في الحديث القصي بقول شنو من شغله ذكري عن مسألتي ايه أعطيته فوق ما أعطي السائلين إذن خلاص ودولا ذاكرين ودولا كمان سائلين الزاكرين يعطون فوق ما يعطون السائلين معنى الكلام هذا الزاكر يقرب ثم بعد ذلك تقضى حاجته أما السائل مجرد السائل فقد تقضى حاجته بسبب ربنا بحبه أو تقضى حاجته أشار ربنا ما بحبه إلا ربنا بحبه بضي حاجته لأنه بحبه واللي ما بحبه بضي حاجته لأنه ما دايرت مع صوته كانت بقول للملائكة أكدوا يمشي دا بيسمونه المستدرج في الدعاء يعني هو ما مطيع ولا مستقيم وأحيانا تسمى الناس بقولوا فلان دعوة مجابة مقبولة كان دعاء ما بقيت حاجته آه كما بدوره لأنه لما فيسأل ليعطوا أشان يصدر من الناس هما الكلام هذا أيضا طيب ندخل في كلام الشيخ لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاه في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يحتار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد هذه حكمة واضحة بقول لك يتأخر موعد الإجابة في الدعاء إذا دعيت الله وإنت عارف الدعاء دا كان نام داع دا في خلال يوم يومين الحاجة تنقضي قميت دعيته والموعد دا لهك والحاجة من قضى دا عدم قضاء الحاجة دا ما يبقى سبب موجب ليأسك ليقطع طمعك من الإجابة ما يبقى سبب جسل طمعك في الإجابة يا عبد الله أنت لازم تسلم الأمر لي وتعرف القاعدة ربنا قال لك أدعوني أستجب لكم أدعوني بجاوبكم الجواب دا قد يكون فيك وقد يكون في زريتك وقد يكون في بعض أحبابك وأقرباءك والجواب دا أنت تدعو اليوم يجوز قضاء الحاجة باكر يجوز قضاء الحاجة السنة الجاي يجوز قضاء الحاجة دا في وقت تاني سنين كثيرة أنت سألت الله من حاجة ربنا تبارك وتعالى ما اختارها ليك أنت سألت من حاجة وممكن يديك حاجة بدلها لأنها أصلح ليك وأنفع ليك والحاجة إلا أنت دورتها ما تنفع ليك يجوز أنت مثلا طلب من الله حاجة ولكن دائما هنا الإنسان بين مضرة ومنفع إذا كان هناك في مصيبة جائنك ربنا تبارك وتعالى بحكمة لما يشوف أنت لو أطات الشيء الدورت دا ونزل فوق المصيبة ونزل فوق المصيبة قاسدة الشيء الدورت دا بترك ليه وبرفع منك المصيبة دا في مقابلة دا كل باب واحد هناك باب آخر وهو أنك بتدعو وقميد من هنا وهناك لم لم لديك سيئات كثيرة ومصائف فوق غاصة ربنا تبارك وتعالى شافت أنت ابتهل في باب العبودية ليه وسألته فدعوة الدين بشيلها بغطة ليه يوم القيامة عشان يعفى به ليك السيئات ديلات وبرفع عنك بيها مصيبة من مصائب يوم القيامة ودمعنا ادخار ثواب الدعوة ليه هذه كلها من أوجه يعني من البدائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر